أستاذ فنعلم أن أطلقت الوثيقة المركزية الصينية رقم الأول في عام 2022 إطلاق وتنفيذ خطة نحوض ريفي لتمكين الصناعة الثقافية فبرايكم كيف تساعد الصناعة الثقافية في النحوض ريفي وتنميع علي الجودة؟ يعني هكذا في عادة دائما نحن ندن ونعتقد أن الحياة في ريفي ليس هناك ممتعة وليس هناك مشوقة دائما نحن نرى هناك فلاهم يزرعون في الحقول وفما يحتضون أما الحياة ليس هناك مشوقة ولكن فعلا الحياة في ريفي علينا نحن سنغيرهم من زراعة وحدة فقط بل إلى الحياة المختلفة فخلال هذه العودة الصيفية قمت بزيارتي في حانجو وقمت بزيارتي بعض القرى فوجد هناك نشاطات فنية وهناك نشاطات ثقافية وإذا هناك بعض النشاطات تساعدني أن تجذبني أن أعود إلى هذه القرية وهذه الزراعة مرة أخرى فممكن أن نقوله هناك بعض المشروعات تساعد على تمكين الحياة أو الحديثة الثقافية في ريفي مثلا هناك تسميم الإبداعي وأيضا هناك تمثيلات وأيضا هناك صناعة موسيقية صناعة الفنون الجميلة صناعة يدوية وأيضا صناعة أرقام ثقافية أيضا هناك صناعة أخرى حتى تجذب السياحة لزيارة هذه القرى وهناك شيء آخر مهم جدا وهو سياحة وزياحة مثلا نحن دائما نشاجع أيضا في العطلة الصيفية أو في عطلة أو في الإنجازة نحن نذهب إلى القرية إلى الريف ماذا نفعل فيه؟ هل نحن نستمتع بمناظر طبيعي فقط؟ لا بل نحن نريد أن نستمتع بالثقافة الريفية والثقافة الفلاحية والثقافة الزراعية ونشتري وإذن نستمتع ونشاهد ونستمع وأيضا نحن نسكن فيه لكي نحن نستمتع بالحياة الريفية الحقيقية على كل حال بالنسبة لهذه الأشياء الصناعية يعني هذه الصناعات الثقافية المساركة مع بعض دائما تشجع وتساعد على الزهار وتنمية الريفية ترجمة نانسي قنقر شكرا